ومن الشيوخ الذين... هو أخذ عن شيوخ كثيرين حتى إن بعض المترجمين ربما يبالغون فيقولون أخذ عن أربعة آلاف شيخ الله أكبر لكن مهما كان حتى ولو جعلنا هذه مبالغة لكنه أخذ عن شيوخ كثيرين لكن من الشيوخ الذين التزمهم يعني وقتا طويلا هو حمد بن أبي سليمان الذي أخذ عن إبراهيم النخعي والذي بدوره أخذ عن علقم بن قيس النخعي والذي بدوره أخذ عن عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور فإذن سلسلة أبي حنيفة رحمه الله يعني متصلة إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بل وهي متصلة كذلك إلى عمر بن الخطاب وإلى علم بن أبي طالب ولذلك لما سؤل من قبل بعض الولاة أبو حنيفة سؤل نعم يعني ممن أخذت العلم قال لهم أخذت العلم عن عمر عن طريق أصحاب عمر عن طريق أصحاب أصحاب عمر يعني سلسلة من عند أبي حنيفة إلى عمر بن الخطاب ثم ذكر علي بن أبي طالب كذلك بهذا الشكل ثم ذكر عثمان كذلك فهو سلسلته السندية متصلة إلى مشاهير الصحابة فإذن لكن يقول الشيوخ أكثرهم ملازمة له هو حماد بن أبي سليمان لازمه فيما يقول أبو حنيفة ثمانية عشرة سنة يعني طمانتاشر عام وهو جالس في حلقة يعني حماد بن أبي سليمان بل حكى أبو حنيفة قصة طريفة قال لما لازمت حمادا مدة ليست قصيرة حدثتني نفسي بأن أتخذ سارية نعم لوحدي مستقلة نعم رأى في نفسه أنه يعني اكتمل بناؤه الفقهي قال لكن لما دخلت المسجد ورأيت حماد بن أبي سليمان وهو جالس في حلقته ندمت على ما كنت قررت وجلست معه حتى توفيه سنة عشرين ومئة للهجرة الله أكبر محمد هذه أطول مدة نعم وطبعا في هذه المدة كان يسافر بين الحين والآخر خصوصا إلى مكة فقد سافر مرات كثيرة وإلى البصرة كما ذكرنا لكن مجموع المدة التي كان يقضي أكثرها عند شيخه حمد بن أبي سليمان هي ثمانية عشرة سنة وهي مدة طويلة نعم يعني لم يجلس التدريس الشيخ حتى توفيه شيخه حمد هو ذاك نعم بالاستثناء ما قام به من تدريسه لعلم الكلام في حياة شيخه قبل أن يقرر أخذ الفقه عنه نعم نعم كذلك من الذين ذكروا أو ذكروا المترجمون من شيوخه الشعبي عامر بن شراحيل المتوفى سنة خمس ومئة للهجرة أخذ عنه الفقه والشعبي سبق أن ذكرناه وقلنا مع أنه يعني في وجوده في بيئة المدرسة العراقية إلا أنه كان من رواد المدرسة الحديثية نعم يعني ذكرنا نحن أن بعض من سكن الحجاز كان يرى الراي مع أنه عاش في المدرسة الحديثية ذكرنا منهما ذكرنا ربيعة الراي ربيعة بن أبي ربيعة وقلنا هذا حجازي لكنه كان يميل إلى الرأي كثيرا واذكرنا الشعب مع أنه عاش في البيئة العراقية بيئة الراي وبيئة القياس إلا أنه كان يعني يلتزم الحديثة ولا يخرج عنه فهذا الشعب أخذ عنه أبو حنيفة ولذلك بهذه المناسبة نقول يعني بعض الناس الذين يتهمون أبا حنيفة بأنه قليل الحديث هؤلاء يعني غلطوا في هذه المسألة فأبو حنيفة محدث نعم لكنه إذا قالوا يعني هل هو بذررة الإمام مالك وبذررة الإمام محمد نقول لا ولكن لا يجد إمام أتباعه بالملايين منهم فطاحلة منهم مجتهدون لا يعرف الحديث مستحيلة هذه أصلا لا يمكن أن يخذ منه كلمة واحدة فلا يوجد إمام نعمة المسلمين المتبوعين سواء الذين قلنا إنقرضت مذاهبهم أو التي بقيت إلى يومنا هذا لا بده أن يكون عالما بالحديث النبوي الشريف لكن كون هو لم يبرز فيه بل غلبه الفقه أو هو فقيه غلبه الحديث أو إلى آخره هذه نعم تحدث بكثرة للأئمة نعم ولذلك أبو حنيفان لم يذكر في طبقة المحدثين نعم لكنه كان يدقن الحديث لا يمكن أن يكون فقيها يعني فقيها مجتهدا من الآئمة المتبوعين ولا يعرف الحديث هذه لا تصور أبدا نعم بل إنسان هكذا لم يسمع بالحديث وجلس إلى سارية واخترع فقهه وكذا هذه لا تصور أي واحد عند عقل نعم لا يمكن أن يقول ذلك نعم فأبو حنيفة أخذ الحديث عن كثير سنتعرض لأن كثيرا من المحدثين ومن علماء الجرح والتعديل عدلوه ووصفوه بالثقة نعم فهذا يدل على أنه أخذ الحديث عن الرجال المشهورين من المشايخه كذلك عكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة أربع ومئة وعكرمة معروف يعني نعم نعم أبو عبد الله القراشي لعم الذي نقل علم ابن عباس إلى علماء الأمة في وقته كما سمع ويعني ومن نافع مولى عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر مشهور كذلك متوفى سنة سبعة عشرة ومئة للهجرة أخذ عنه أبو حنيفة شيخ أنا عفوا يعني ذلك أن الإمام ابن حنيفة كانت له رحلة يعني إلى مكة وإلى المدينة حيث التقى بكل بن عكرمة في مكة ونافع في المدينة نعم نعم له رحلات كثيرة نعم صحيح وأكثر وقامته كانت بالكوفة لكنه رحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة كما سبق عن ذكرنا نعم نعم طيق من الذين التزمهم كذلك واستفاد من علمهم عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة أربعة عشرة ومئة للهجرة نعم أخذ عنه أبو حنيفة ولازمه سنوات كثيرة وكان يفضله ويقربه على كثير من أصحابه ولذلك نقل لنا بعض المترجمين إلى أن إذا اكتملت حلقة عطاء بن أبي رباح وجاء أبو حنيفة متأخرا فإنه يوسع له حتى يكون على مقربة من شيخه عطاء بن أبي رباح طيب كذلك يعني أخذ عن أبي إسحاق السبيعي لازمه مدة وأخذ عنه الفقهة وهشام بن عروة أخذ عنه الفقهة والحديث وهو من مشاهير المحدثين هشام بن عروة نعم وسماك بن حرب هؤلاء أخذ عنهم أبو حنيفة نعم فيعني إذن أخذ الحديثة وأخذ الفقهة من مصادر متعددة نعم نعم ترجمة نانسي قنقر